يوما بعد يوم تخطو إسرائيل ولبنان نحو النقطة الأخيرة لمواجهة شاملة بدأت شرارتها بقصف متبادل بين الطرفين مع اندلاع الحرب على غزة لتتزايد التهديدات وتفشل الجهود الدموماسية بتهديئة التوطر وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت أكد أن تل أبيب لا تريد حربا مع حزب الله لكنها قادرة على إعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا لزم الأمر وفق قوله قال غالنت كذلك في نهاية زيارة السمرات لعدة أيام إلى واشنطن إن حزب الله يدرك جيدا أن إسرائيل قادرة على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذن دلعت الحرب مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لكل السيناريوهات رجح الرئيس الأسباق لمجلس الأمن القومية الإسرائيلية جورا آيلاند بلاده تقترم من الحرم على لبنان لكنه أشار إلى أن اندلاعها ليس حتميا أشار كذلك إلى أن الشيء الوحيد الذي يقلق العالم وربما أمين عام حزب الله حسن نصر الله شخصيا هو تدمير لبنان أنه يدرك أنه سيكون هناك دمار كبير بحيث يصبح وسط بيروت مثل قطاع غساوف قوله واعتبر أن محاربة حزب الله هي بمثابة هزيمة لإسرائيل لأن 80% من سكانها سيكونون في الملاجئ ولن يكون لديها اقتصاد بعد ذلك وأشار إلى أن الحرب على لبنان ليست حربا تخوضها تل أبيب بكل صرور وأن لا أحد يريد أن يرى الدمار في لبنان وهذه هي بالضبط ورقة الضغط التي يمكن أن تنهي الحرب في لبنان أعربات الخارجية عن قلقها الشديد حيال خطورة الوضع في لبنان مشيرة إلى تصاعد أعمال العنف على الحدود مع إسرائيل بشكل دراماتيكي ودعت باريس جميع الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس طالبت الخارجية الفرنسية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي كما شددت على أنها ستبقى ملتزمة تماما بالعمل على تفادي أي خطر تصعيد على الخط الأزرقي والتوصل إلى حل دبلوماسي أما سفيرة الأمريكية في لبنان فقالت أن المنطقة تتمر بلحظات حاسمة وأن الصراع استمر بما فيه الكفاية وضافت أن واشنطن تعمل على منع المزيد من التصعيد وعلى إيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي غزة أيضا كما شددت السفيرة الأمريكية على أن الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بدعمها لجيش اللبناني وتدرك الدورة الرئيسية الذي يلعبه في استقرار لبنان وأمنه نناقش إذن كل هذه التطورات مع ضيوفنا الآن من واشنطن جينا وإنستانليا السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط وكذلك من بيروت ضيفنا النائب في البرلمان اللبناني أديب عبد المسيح أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من ضيفتنا من واشنطن سيدة جينا في اعتبارنا نتحدث الآن عن تصريحات أمريكية متعلقة بالتوتر في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية وحديث أمريكي جديد عن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي قد ينهي هذا التوتر ويمنع نشوب حرب شاملة ما المساعي الأمريكية التي تبذل الآن؟ نعلم بأن المبعوث الأمريكي كان غادر المنطقة دون تحقيق أي تقدم في الملف بالفعل شكرا على هذا السؤال إن الجهود مستمرة كما نعلم فوزير الدفاع الإسرائيلي في الولايات المتحدة يلتقي بكل المسؤولين وزير الدفاع ووزير الدولة ومستشار الأمن القومي وأعطاهم إفادة أيضا لتفنيد الاتهام الذي وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة المتعلقة بالأسلحة وكذلك فإن الولايات المتحدة تدعم وترسل سلاح إلى إسرائيل إلا أنه رغم ذلك كله هذه ليست فقط تطمينات لكن لابد من تطمين الولايات المتحدة أو تطمين الولايات المتحدة أن إسرائيل تتخذ الخطوات اللازمة لتجنب نشوب حرب مع لبنان هذا هو سمع أسئلة من كل الأطراف وكلهم أكدوا أن هذا ليس طريق إلى الأمام وأن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد والأصلح والأسلم لكل الأطراف نعم ولكن لا نعلم إلى أي نقطة وصل هذا الطريق الدبلوماسي وهذه المساعية الدبلوماسية هنا أنتقل لسيد أديب ربما الصورة أوضح في بيروت لا نعلم حيث أنت متواجد سيد أديب الجهود الدبلوماسية التي تحدثت عنها سيدة جينا كذلك لزيارات أموس هوكشتاين والجهود الفرنسية هل وصلت إلى تقدم ما نتحدث اليوم عن تقدم دبلوماسي مقارنة بالتوتر الحدودي الكبير مساء الخير أعتقد أن أهم شيء في سؤالك هي كلمة اليوم لأننا لا نعلم غدا ماذا سيحصل إذا تكلمنا عن اليوم طبعا نحن نقول أن هناك جهودا إيجابية وجيدة من الجانب الأمريكي والجانب الفرنسي تحديدا لمنع توسع الحرب الميدانية والعسكرية ضد لبنان وهذا ما قاله بصريح العبارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين الذي حدد أيضا بالإضافة إلى تخوفه حدد خطة واضحة لتطبيق القرار 1701 إذا ما أراد الفرقاء أو إذا ما كانوا جاهزين لتطبيق هكذا قرار حيوي وستراتيجي بالنسبة للبنان والمنطقة وبالتالي نحن اليوم بانتظار أن تثمر هذه الجهود الدبلوماسية وتمنع الحرب بينما للأسف القرار السلم والحرب يبقى في يد رجلين وهما الرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وأمين عام حزب الله حسن نصر الله هذه هي الحقيقة وهذه هي المعلومات التي لدينا حتى الساعة من الشق اللبناني ما الذي يصلكم من حزب الله أو يصل للطبقة السياسية هل فعلا حزب الله غير معني بأي حرب يضع بالحسبان أي دمار قد يلحق بكل المناطق والمدن اللبنانية وصولا إلى العاصمة سيدتي يمكنني أن أقول أن نصف الجنوب اللبناني اليوم مدمر ومدمر بشكل كثيف وهذا نموذج مصغر عن ما سيحدث في لبنان إذا ما توسعت الحرب إذن طبعا حزب الله يقرأ هذا الموضوع بشكل جيد وأيضا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وكل الفرقاء السياسيين يعلمون أنه إذا ما توسعت الحرب سيلحق بلبنان دمار شامل وهذا ما شاهدناه في العام 2006 خلال حرب تموز عندما هاجم الجانب الإسرائيلي لمدة 33 يوما جميع الأراضي اللبنانية والجميع الجسور والجميع المراكز الحيوية وحتى هاجموا الجيش اللبناني بدون أي اعتبار آخر نعم ننتقل إلى المساعل أمريكية دائما مع سيدة جينا نعلم بأن واشنطن تقول أنها تريد حلا دبلوماسيا تفاوضيا لهذا التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل ولكن هل يمكن أن تفعل واشنطن شيئا لمنع أي تصعيد على الأقل من الناحية الإسرائيلية نعم كما ذكر دايفوكي في الدمار من 2006 كان بشع في لبنان وقد شاركت في حينها في المساعدة لإخلاء الرعاية للأمريكيين نحن نعرف ماذا يمكن أن يحدث للبنان وهذا ليس ما نريده للبنان كما نعلم أن حزب الله أفضل تسليحا الآن ونرى 60 ألف إسرائيلي نزحوا من بيوتهم الآن مع هذا المستوى من المواجهات لكن إن دلعت حرب موسعة سيكون مدمر ذلك أيضا على إسرائيل وهذا يطرح الأسئلة التي نقدمها لإسرائيل أن الحرب الموسعة ستكون بشعة على الطرفين وهذه مسألة نطرحها بشكل واضح ونصر بتذكيرهم ب2006 وبالتالي نواصل المساعدة الدبلوماسية لكن السؤال إن كان الطرفين سيقبلان بما يعرض هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح لكن للأسف من الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء وضع جانبا وقف وطلق النار والولايات المتحدة كانت تعمل مع شركائها في المنطقة على مدى الأشهر الثمانية الماضية دون نجاح من أجل وقف الدمر والحرب في غزة لكن إسرائيل كما قالت إن استمرار الحرب هو بناء على الرغبة الرئيس الوزراء الإسرائيلي للمحافظة على مقعده في رئاسة الوزراء أما حزب الله فلديهم المسؤولية والقدرة لحماية لبنان بقبول بالعرض حزب الله لن يفقد سلطته ولكن نتنياهو لديه هذه المخاوف أما حزب الله فليس عليهم هذا الضغط وبالتالي لا يريدون الحرب في هذه الحالة حزب الله لديهم فرصة متقدمة في أن يقوموا بالخطوة الأولى لتجنب هذه الحرب على حزب الله القبول بهذا العرض سيدة جينا سعاد السفير تقصدين ما يطرح الآن من قبل الأمكين أو يتحدثون عنه مسألة الخط الأزرق للالتزام بهذا الخط ما يعني 1701 دون أي تعديلات أعتقد أن حزب الله لديه المسؤولية كجزء من القيادة لدولة لبنان أن يفعل ما بوسعه لما هو في صالح الدولة في هذه النقطة أنتقل لسيدة دي بإذن ما يطرح من قبل الأمكين أو ما يتحدث عن السفيرة الأمكية في لبنان هو مسألة الخط الأزرق لا تعديلات لا قرارات أخرى هل فعلا هناك نقاش جدي الآن في لبنان حول هذه المسألة؟ طبعا هناك نقاش جدي يحصل في لبنان وبين ما بين لبنان والطرف الأمريكي من ناحية ترسيم الحدود والاتفاق على الخط الأزرق الذي في حالته الحالية اليوم هناك تعدي بأكثر من 420 ألف كيلومتر مربع بداخل الأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل وهذا ما يجب حله لكن بشكل طبيعي وعضوي كم من كيلومتر؟ حوالي 400 ألف نعم 400 ألف؟ عفوا لا أسمعك كنت تريد فقط أنا أعرف العدد ذكرت 400 ألف على العمو أنا أقصد النقاش لا مش 400 ألف عفوا 400 كيلومتر مربع نعم قبل أن نتحدث عن النقاش كل لبنان 10400 و52 و52 قبل أن نتحدث عن الشق للنقاش اللبناني الغربي ولكن أقصد هنا النقاش اللبناني اللبناني يناقش جديا الخط الأزرق مع حزب الله الالتزام بالخط الأزرق يعني كذلك الالتزامات من حزب الله بالابتعاد عن هذه المنطقة العازلة عن تقدم الجيش اللبناني في المقابل سيد أديب نعم هناك طبعا خطة قد وضعها الجانب الأمريكي لكن المشكلة الآن أن حزب الله لا يريد التحدث بهذا الموضوع قبل انتهاء حرب غزة وبالتالي هناك تعقيدات بهذا الملف طبعا الجانب اللبناني أي الحكومة اللبنانية تريد تحديد الحدود البرية وتريد إنهاء جميع الصراعات وتريد تطبيق القرار 1701 لكن طالما هناك قرار من حزب الله بربط النزاع وإسناد غزة في حرب فهناك تعقيدات وطبيعيا وفي الواقع ليس هناك مجال الآن إلى تطبيق هذا الاتفاق أو حتى التكلم به هنا مكمن المشكل وهنا المشكلة بحد ذاتها وبالتالي علينا بشكل أو على الولايات المتحدة أيضا أن تضغط على الجانب الإسرائيلي وعلى جميع الأفريقاء لإنهاء هذه الحرب بالكامل في الإقليم وبالتالي إحلال السلام وحل هذه المشكلة من الجذور أي تطبيق القرار 1701 وتحديد الدولات الفلسطينية الطبيعية وإنهاء الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية في محيطنا هذا هو الحل الأساسي الجزري أو إذا رحنا إلى حلول مؤقتة سنبقى بعد خمس أو ست أو سبع سنين سنذهب إلى حرب أخرى وأخرى كما حصل في السابق وهذا ليس بحلول ليس هذا ما نطمح إليه كجانب لبناني أي أتكلم عن الحكومة الحكومة اللبنانية الشرعية التي بنظر أنا هي من تملك قرار السلم والحرب وطبعا ليس هذا هو الواقع اليوم نعم هنا ننتقل سيدة جيني إذن استمعت لي وجهة نظر سيد أديب إذن ما يعني اللبنانيين لا يتعلق فقط بالقرار 1701 أو بحلول مؤقتة ولكن حلول جذرية ذكرها تبدأ ب 1701 ولكن كذلك تتعلق بنقاط حدودية أخرى إسرائيل وصلت إليها وما زال النقاش إلى غاية الآن والجدل إلى غاية الآن حول ضرورة إخراج إسرائيل منها كذلك تتعلق بما يدور في غزة هل واشنطن مستعدة لمناقشة هذه الحلول الجذرية أم تبحث عن حل مؤقت للتهديئة واشنطن تريد حلاً نهائياً لهذه القضايا كلنا سمعنا الرئيس يضع خطة بعيدة الأمد بعد وقفة إطلاق النار وكل ما قاله هو ليؤدي إلى نهاية تامة للحرب في غزة في قطاع غزة وإقامة قيادة فلسطينية تحكم الفلسطينيين وبدء المفاوضات للسلام بين الطرفين هذا هو هدف واشنطن في المنطقة ونحن نتفهم الصلة والرابط بين الصراع الإسرائيلي والفلسطيني وإنعكاساته على بقية المنطقة نحن نتفهم ذلك لكن التحدي هو مع رئيس الوزراء وليس الرئيس وليس المجتمع الدولي بل هو الجانب الإسرائيلي وهذا ما يقوله الشعب الإسرائيلي أن رئيس الوزراء يتخذ قرارات ليست في صالح إسرائيل نفسها وبالتالي على القيادة أن تقرر إن كانت التنازلات التي يجب تقديمها هذا من جانب الفلسطيني والإسرائيلي أيضا لأسماح للشعوب العيش بسلامة وتربي وتعايش مع أسرها بكرامة وتقديم التنازلات من كل الأطراف للتعايش على هذه الأرض هذا هو الحل ونحن نعرف كيف يجب أن تكون الغاية لكنها بحاجة إلى قيادة شجاعة لكن هذه القيادة ليست موجودة الآن نعم هذه وجهة النظر أو هكذا تقرأ الصورة في إسرائيل ولكن سيدة جينة بالعودة دائما وباختصى شديد إلى مسألة ما يطرح أمريكيا الآن ذكرت بأن واشنطن تريد حلا جذريا الحرب في غازة ستنتهي لي يوما ما سواء كان قريبا في هذه الأشهر القليلة أم بعد ذلك ولكن الأزمة الحدودية بين لبنان وإسرائيل مستمرة منذ ثمانية وسبعين هذا يتطلب حل أعمق بكثير تطرح واشنطن الخط الأزرق أم قرارات أخرى لأن بالنسبة لللبنانيين لا يتعلق الأمر فقط بالخط الأزرق هناك مزارع شبعة هناك نقاط أخرى في الداخل أو تسيطر عليها إسرائيل ولا اتفاق إلى غاية الآن على خروجها منها هذه النزاعات عادة تحل بين الأطراف المعنية أو التي بينها الحدود فالقيادات الإسرائيلية واللبنانية هم من سيحددوا هذه الحدود والتي لن تؤدي إلى نزاعات إضافية هناك خلافات حدودية في كل أنحاء العالم هذه الوضعية ليست فريدة للوضع الإسرائيلي اللبناني من يسعون للسلام والأمن والتركيز على التمكين الاقتصادي دائما ما تؤدي بالدول لأن تترك هذه الحدود كما هي إلى أن يعودوا لمناقشتها مستقبلا إلا أن الشعب اللبناني بحاجة لقدرة لأن يركز على الوضع والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد كاملة وهذا يجعل الحرب والحرب تجعل الوضع أكثر صعوبة والولايات المتحدة تدعم كل ما يحتاجونه ويمكن أن يصلوا إلى اتفاق ونقدم لهم مقترحات بحلول يمكن أن يتوافق عليها الترفعي نعم سيدة جينة وضحت الصورة أنتقل بسؤالي الأخير لسيد أديب في هذه النقطة أيضا باختصار شديد المؤشرات التي تصلكم سيد أديب من حزب الله بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة هل تدلل على أن حزب الله لا يريد حربا وربما لديه طرق أو وسائط غير معلنة للتهدئة مع إسرائيل سيدتي نحن في لبنان كسياسيين وأخص فريق المعارضة لا نتطلع كثيرا إلى ما يحدث في الجنوب أكثر ما يحدث أيضا في الجانب الإيراني وفي العراق والسورية نرى أن الجانب الإيراني هادئ جدا ونرى أن الميليشيات العراقية والسورية لا تهاجم الجانب الأمريكي وبالنسبة لنا كلبنانيين وكخبرة لبنانية في هذه الصراعات نرى أن هناك نية إيرانية بالتهدئة وبالتالي باعتقادنا أن هناك طبعا نية إلى الحلول السلمية من جانب حزب الله لأن إيران تريد ذلك وإيران لا تريد التورد أكثر في المستنقع اللبناني لألا تخسر ورقة المفاوضات التي هي حاليا تفاوضها مع الجانب الأمريكي والجانب الإقليمي بشكل عام هذا ما نراه في لبنان وهذا ما نعتقده أنه إن شاء الله لن تكون هناك توسع في الحرب مهما جرى من حروب معنوية ونفسية الآن من جانب الطرفين نعم ومع كل التهديدات الإسرائيلية بإضلام لبنان وإعادته لما يسمى بالعاصر الحجري شكرا جزيلا من بيروت العاصمة اللبنانية كنت معنا النائف البالامان اللبناني أديب عبد المسيح وكنت معنا من واشنطن جينا وينستانلي السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط شكرا شكرا